دجاج البرمزان بالفرن وصفة إيطالية لذيذة ومشهورة بنحتاج معجون طماطم عضوي من السعودية طماطم مونزاريلاس جور دجاج بانكو برمزان ريحان بهارات إيطالية ملح فلفل أسود وبيض هذه مكوناتنا هنا معجون الطماطم من السعودية ستدافكو رح تلاقون عليه علامة عضوي رح نتبل الدجاج بالملح والفلفل الأسود تتبيه البسيط هنا البانكو والبرمزان حطيت عليه ملح وبهارات إيطالية وفلفل أسود وخلطهم والبيض أيضا نفس الشيء وخلطته وضربته إلى أن تسجد المكونات رح أخذ شريحة من صدور دجاج اللي أنا قطعتها بالنص بالعرض ودقتها شوي ونحطها في البيض ثم البقصمات مع جبن البرمزان أحطهم بصينية وأبخهم بخاخ الزيت ودخلهم بالفرن أيضا رح سوي للتزيين شوي الطماطم كرزية مع شوي تبهارات إيطالية وملح وفلفل أسود وأشويها في مقلاء رح نحط زيت زيتون بس يسخن أحط شوية ثوم تطلع ريحة الثوم شوي رح أضيف عليه شوي من الريحان المجفف أو الطازج يعطيه نكهة جدا عجيبة بعد كذا رح أضيف عليه الطماطم وخليها تتسبك شوي زي ما أنتوا شايفين قدامكم بعد ما تسبكت الطماطم رح أجيب معجون الطماطم العضوي اللي موجود عندي ورح أحط تقريبا مغلف واحد رح أضع أشوف ومشاء الله تبارك الله كيف إنه لونه جدا غني وجميل وأحمر رح نسبكها شوي رح أضيف شوي من السائل علشان يكون شوي فيه سوس رح نضيف الريحان الملح والفلفل الأسود والبهارات الإيطالية وأقلبها وأسبكها مرة مضبوط زي ما أنتوا شايفين قدامكم كذا بتصير صلصة حقتي جاهزة وفيه الأثناء أكيد استوت عندي صدور الدجاج لأنها رقيقة بتاخد تقريبا حول 20 دقيقة بالفرن أطلعها رح أحط عليها شريحة من جبن الموزرلة وممكن تستخدمون الموزرلة المبشورة براحتكم رح فيها الأثناء على مكذوب الموزرلة رح أجهز الصحن للتقديم حطيت الصوس وحطيت علي صدور الدجاج أجهزته وقدمته بألف عقل